اشتركوا في القناة وذكرت ذات المصادر ان 16 جريح هي الحصيلة الاولية للانهيار السكني الذي وقع في خور مكسر اليوم السبب لحول ولا قوة الا بالله العليل العظيم وذكرت ان من بين الضحايا اطفال وست نساء ورجل بسبب سقوط عمارة عمارة الرويشان في خور مكسر نسأل الله العظيم لهم الشفاء العاجل لحول ولا قوة الا بالله العليل العظيم حيث قالت انباء انها سقطت فوق رؤوسهم انهيار عمارة الرويشان بساح الابين في عدن وناشطون يوضحون سبب الانهيار انهارت قبل قليل اجزاء عمارة سكنية في منطقة خور مكسر بالعاصمة اليمنية عدن ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سورا تظهر انهيار جزء كبير من عمارة الرويشان الواقع في ساح الابين بخور مكسر لحول ولا قوة الا بالله العليل العظيم وقال الناشطون ان العمارة السكنية يسكنها نازحون وقال الناشطون ان العمارة السكنية يسكنها النازحون منذ عام 2015 رغم تعرض اعمدتها للقصف لا حول ولا قوة الا بالله العليل العظيم ربنا يسلمها ان شاء الله ونسأل الله العظيم لهم السلامة انهيار عمارة سكنية بخور مكسر وهناك انباء عن وقوع ضحايا زي ما قلنا وكشفوا المصر اليوم نسأل الله العظيم السلامة ربنا يسترها ويحفظ الجميع اللهم امين ولو كان فعلا الخبر صحيح عن وجود ضحايا وقصادات ربنا يا رب يتم شفاهم على خير ويطمن عليهم جميعا وبكده قلكم بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته